بير على الغزال غايمي غايمي مرقة بس انا عقلك شغلي هذا موضوع اساسي هذا موضوع اساسي والاجهزة تملك معلومات مفصلة عن مين بيعطي تقارير ومين بيجتمع وعن مين بيعطي تقارير هل انت عندك معلومات عندك اسماء انا عندي اسماء كتيري بس انا مني مرجع لا مني مرجع صالح لعالموضوع انت جورج بتعرف مئات الاسماء وانا بعرف مئات الاسماء بس انا مني مرجع صالح تطلع اقول النائب الفلاني بيعطي تقرير للصفارة. أنا في أجهزة أمنية هي شغلتها تشتغل على الشغل. ولكن مشكلتك الأجهزة الأمنية كمان رابطينها بالعقوبات وبالفياز يعني. عرفتي. بس اليوم أنت حزب الله يتساهل كثيرا مع الوشات. طبعا. يتساهل كثيرا. ما يجب أن يعمل؟ كيف يجب أن يتصرف حزب الله مع ما تصنيه الوشات؟ هو أولاء الوشات يطلبون من أمريكا تدمير حزب الله ويطلبون من أمريكا الإعاز لإسرائيل بتدمير حزب الله يا شباب. لا أمريكا بدأت تعمل حرب مع إيران. حيش قادين ناطرين مثل كلاب بالدير. عجنب حيش قادين مثل كلاب بالدير ناطرين. لا أمريكا رح تعمل حرب مع إيران. ولا إيران طامحة تهزم أمريكا أو قادرة لا قادرة ولا طامحة. ولا أمريكا بدا يعني يا أخوين طولوا بالكم علينا منو ترامب صار نص مجنون عابد صرف ما عابد صرف كرئيس على كل حال بعد عنده جمعتين قادة الجيش الأميركي منو نولاد هاودي يعني تحت تالي يجوا يخوضوا حرب كرمة لعيون ترامب أو يبقى بالبيت الأبيض ترامب فيه مؤسس يبعتقد لا تسمح شو تعليقك على الكلام الإيراني ألا يعتبر تدخل بالشأن اللبناني كلام الحرس أنا قرأته 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 كله طبعا يعني ما أنه صار له يومين هذا الكلام متداول واليوم السيد نصر الله بيقول أنه فيه تحريف كان بين أنه فيه خط أمامي للمواجهة ضد إسرائيل أو خط أمامي للمواجهة دعماً بإيران شو قال قائد الحرس الثوري ما هذا اللي عم نقول لك قال هو أنه نحن زودنا المقاومة فيه فلسطين وفيه لبنان بالصواريخ وهذا يدعو إيران للفخر ما بيدعي إيران شو قاله ما قال شي تاهم بس لما ينقل أنه كل ما هذا كلام السيد قاله والمقاومة الفلسطينية قلته أنا بستقلك شغلي جورج وأعتفتكر أنه حزب الله ينفذ القرار الإيراني في لبنان هذا كلام حاكم له طامي بس هذا الحاكم ما رح يقتنعه فيه ما رح يقتنعه فيه الناس يلي الطرف السياسي الجهة السياسية يقتنعه أنه حزب الله يتصرف حسب الأجندة الإيرانية شو بدي فيه من النهاء؟ كيف من النهاء؟ هولي نص البلد هولي وشاته السفارة هولي لو موحميهم حزب الله عرفت كيف بتحطوا الناس بس نريق السيارات بتجرهم بالترقات له هولي عملة هولي ناس عملوا مع إسرائيل هولي ناس قاعدين على السفارة بيفسدوا على العالم استاذ وي آم يعني أنت حطيت أنت حطيت تيار المستقبل والقوات اللبنانية والكتائب والحزب الاشتراكي وكل هذه الأطراف التي كانت ما يسمى 14 أدار أعتبرت موشات سفارة كل من يدعو الأمريكي كل من يدعو الأمريكي والإسرائيلي إلى ضرب حزب الله هو جاسوس بالكامل هلأ مش عم نحكي عن ضرب حزب الله عم نحكي عن الكلام الإيراني حتى حتى رئيس يا حبيبي عم بسألك شو بدي أقولك يا أستاذ وي آم رئيس الجمهورية اليوم بقل لك عمل تويت ردا على الكلام الإيراني أنه لا شريك لا شريك لللبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادته على حدوده وأرضه وحرية قراره شو حكي عن الاستقلال بس هاي التغريدة محطت بإطار الرد على كلام الإيراني كمان التيار الوطني الحر عمل بيان طويل عريض والله ما بيعنوني ما بيعنوني كله ما بيعنيني هذا حكي للإستهلاك هذا الإيراني شو حكي أنا ما سمعت شو حكي أنا شفت هالبيان كله لقيت ما في شي لقيت هذا الكلام بيقول أنه هو يعاطي صواريخ لمنقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية وهذا أمر يدعو للفخر ويشرف مينه بيعطينا خي سلاح في مواجهة إسرائيل اللي كانوا هاك الأيام أو اليوم ما حدا بيعطينا سلاح بمواجهة إسرائيل ولا حدا بيعطي على المقاومة الفلسطينية سلاح لتواجه إسرائيل تجرأت إيران وعملت هالموضوع وين المشكلة به هالموضوع يعني كله أنا يعني هلأ ما عندنش شغل للشباب أنه طلقتوا بتصريح وصاروا كل يوم ناس قاعدين بلاء عطلجية ما عندنشي قولك يا خي أنا عندي أنا كلبناني أنا كلبناني اليوم مشغول بيلي عشي تاني بس أنه هلأ حلال إيراني ذكرنا أنه عطينا صواريخ وأنه في صواريخ أنه ليش هالتوقيت ليش التوقيت السياسي على توقيت إغتيال سليماني على توقيت ذكرى إغتيال سليماني لأنه سليماني لأنه سليماني هو من رعى المقاومة في فلسطين ولأنه قاسم سليماني يعرف فلسطين مثل ما بيعرف طهران كان وصوره مرفوعة بفلسطين مش عبس لأنه هذا الرجل ساهم بأن تصبح المعركة داخل فلسطين بدل أن تكون المعركة داخل البلدان العربية وهذا الرجل يعني ما فينا ننكر بأنه ساهم في إنشاء المقاومة اللبنانية طبعا هي مبادرة فردية كانت بالبداية ولكن ساهم بتقويتها وطبيعي أنه ينقل بذكرها هاك وين المشكلة يعني بهذا الموضوع شواء المشكلة مش عابفة ما أنا عودة شواء الخواء اللي عندهم خواء يعني فيه خواء عند التيار الوطني الحر وعند رئيس الجمهورية بيرجع لك لأنه هيدولي خيه خيه كل مين علق على هذا الكلام غلط عنده خواء ما تسألنيش مين بغض النظر لأنه مش قري لأنه ما فيه شي الكلام أصلا قال هو عاطب بفلسطين صوريخ وعاطب لبنان صوريخ وين يعني شو هالكتشافة ما السيد كل يوم بيقولها طيب يعني لبنان إذا بدنا نحسم هالأمر جورج لبنان القرار فيه للسيد حسن مش لإيران يعني أنت بتحسم هذا الأمر أنا مش بحسمه أنا سامعه من كبار المسؤولين الإيرانيين بطهران بس فكرة من أحمد نجاد كان رئيس جمهورية لوزير الخارجية لرئيس الأمن القومي كان سعيد جليلي وقته له نحن نرى الشرق الأوسط الشرق الأوسط بعيون حسن نصر الله الشرق الأوسط مش لبنان القرار للسيد يعني لبنان لن يكون منصة لإيران هل هذا الأمر محسوم بمعنى بمعنى أنه بريد لإيصال رسائل أو منصة لتحسين شروط المفاوضات أو إطلاق معركة بالليابة عن إيراني أنا خييد عامني الإيراني بفترة من سنوات إذا طلب منك مقابل لإلك طلب مني مقابل لإلي بس أنت مواقفك معروفة يعني مش بحاجة يطلب منك مقابل لأنه أنت مواقفك معروفة ولا شيء ولا شيء ونتأكد أنت خي يسأل المقاومة الفلسطينية سأل الفصائل المقاومة جيبوا اللي عندك لهم يخي يجيب حماس رغم نحن أوقات متناقض معه بأكتر من الموضوع جيب الجهاد عرفت كيف؟ جيب كل الفصائل وسألون يخي هذا طلب منكم الإيراني شي يوم إلا اللي بتشوفوه أنتو طبعا اللي هو تحرير فلسطين طيب أنا عبقلك سمع انسوا الموضوع اللبناني الموضوع اللبناني بيد السيد بحسابات الإيراني والسوري هذا موضوع محسوم بس هوني إذا بقى نحسم هذا الموضوع الموضوع اللبناني بيد السيد ولكن لما بيكون فيه كل هذا المساعد من إيران على موضوع الصواريخ والسلاح والستراتيجية والدعم للمقاومة ألا تمون إيران يعني ما فينا نعتبر أنه كل هذا الأمر ما بينصرف بمونة بمواقف معينة بخطوات يعني كيف بدك تقنع الناس بهذه النظرية كيف بدك تقنع ليش بدك تقنع حدا؟ ليش بدك تقنع حدا؟ في حاملة عاملين الإسرائيلي والأمريكيين من شان الصواريخ الدقيقة شباب الصواريخ الدقيقة مش رح تستلموها ولا رح ياخدوها فاوضوا إيران أو ما فاوضوا إيران هذا الموضوع له علاقة أنا بخبرك بشو؟ بشو؟ نستغل نفطنا كاملا نحنا نتفق على الترسيم يا خير ما بيوثقوا بالجيش ما مسلمين الجيش الترسيم خليه يعمل الجيش الترسيم تنمشي فيه المقاومة بتمشي باللي بيمشي فيه الجيش طيب طيب يرجع الفلسطيني نحن فيه نزاع نحن أو إسرائيل وهذا فيه ربط نزاع وأنا ما فيه إجي فاوض بكرة الإسرائيلي وأنا ما عندي شيء لا على البحر جاي يطلب الإسرائيلي 3000 كيلو متر زيادة لا على البحر فيه فاوضه ولا فيه فاوضه عاودة الفلسطينيين ويمكن ما فيه فاوض الأمريكي على عاودة السوريين بكرة كمان أنا فيه ربط نزاع وفيه أرض محتلة بس يروح لبنان يقول أنا رايح أعمل سلام مع إسرائيل بيتناقش هالموضوع قبل موضوع الصواريخ الدقيقة كل هاي الحملة معمولة ما هني عبي يحكوا ما هني عبي يبعطوا ما هني عبي يبعطوا بالتفاوض مع الإيراني وبيدين بلش يبعط بلش بلش يبعط ما هني عبي يفتحين مع الإيراني وفتحين مع السوري مع السوري عارضين عارض أكبر منه يجب كتير على خبرك يات شو بلش يبعط إنه تخفيف النفوذ بالعراق تسهيل السلام السوري الإسرائيلي والصواريخ الدقيقة بلبنان هم مطلوب ماشتري بتشوف في حرب في حرب ولا لا في حرب ولا في مفاوضات في حرب ولا في تسوية لا في حرب في مفاوضات بس التسوية مش سريعة مثل ما نفتكرين لا مثل ما نفتكرين الإيرانية لأنه عندهم حماس لموضوع بايدن أنا رأيي يعني مش منقشهم بس أنا رأيي هني متحمسين أكتر من اللازم إلا إذا كان في شي مش عم نعرفه نحن مفاوضات بلشت أصلا إجا حدا من عند بايدن عند الإيرانيين على طهران قبل ما يستليم إذن هذا العام سيكون عام المفاوضات بين إيران وأمريكا برأيك بعد استلام بايدن الإدارة قلتلي أنه في شي بالنسبة للسوريين العشرين بعطولهم عرض له بعطولهم عرض الإدارة الإدارة وبأعتقد الإسرائيلية عبر الإدارة أنه بترجعوا بتاخدوا نفوذ بلبنان اللي بدكن إياه بتنحل قصة إدلب بيفوت الجيش على إدلب بينسحب الأمريكي من شرق الفراط تبدأ فورا عملية الأعمار بسوريا فورا ولكن مقابل شرط واحد بتكون تنسوا الجولان توقيع سلام بدون الجولان رفض الرئيس الأسد معقول مع كل هذه العروض يرفض إذا ما فيه عودة أرض أكيد بيرفض تشوف تكير أنت بيت الأسد مثل بيت ما بعرف مين يعني ما بيمشوا يعني بيّن بيّن رفض سلامة عشر مطار يعني مش هيك بس هيدا فتح باب التفاوض ولا لأ هذا العرض خيّة فتح باب التفاوض فتح باب التفاوض بس بعتقد السور يجاوب من هيك بلشت الغارات رجعت ستقني فيه خليني فوت على فاصل إعلاني بعد هذا الفاصل بنتقل معك لحكومتنا شو ناطرة هل ناطرة أيضا التفاوض الإيراني الأمريكي وأستلام بايدن أم في عقد أكثر من هيك وعلى الخط الداخلي وين العقد الداخلية وبعض الملفات اللي إلى علاقة ب كمان غير أموال المدعين في عنا ملفات تاني إلى علاقة بصفآت وبقصص معيني بنتقل بعد هذا الفاصل مباشرة ترجمة نانسي قنقر